هنأ رئيس البرلمان العربية عادل العسومي الرئيس عبد الفتاح أسيسي وحكومته وبرلمان وشعب مصر بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وقال العسومي إن ثورة الثلاثين من يونيو حفظت لمصر مكانتها العربية والدولية وعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة وأشهد العسومي بالإنجازات التي ترتبت على هذه الثورة الخالدة والتي أسهمت في بناء جمهورية مصرية جديدة ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كافة التحديات وأشر رئيس البرلمان العربي إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أسهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيارة